السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء طلاب الصف الثاني الثانوي اهلا وسهلا بكم في المشهد التالي المشهد التالي لقصة كينجلير هنسأل فيه سؤال كده بسيط هل هينتصر الحقة في النهاية هل الابن هيتدي يقول ان يقف جنب ابوه اللي هو اصبح اعمى هل القصة هيتباد حقيقة الاشرار اللي فيها ده اللي هنشوف فيه الشابتر النهاردة بامر الله ويلا بينا نقرأ على طول الفصل ونرجع للأسئلة فيه الريف طبعا الريف ده اللي كان هربان فيه الملك ومجموعة الناس الطيبين زي ابجر مسلا ابجر داخل ابجر لما بيكونش عندك حاجة ابجر اصبح حكيم جدا يعني ايه حكيم يعني من يوم ما حصل للمشكلة ديت عد بيقول كلام حلو قوي بيقولك لو انت معندكش حاجة فممش حاجة عندك اصلا تخسرها وبالتالي مش هتحس بالقلق غليستر دخل طبعا هو اعمى في اللحظة ديه يقول هو رجل عجوز هل عينا ابي تنزف؟ دخل؟ اذهب بعيدا ايها الصديق ما عندش هتقدر تساعدني فالأول دمان قال له But I wanted to help you بس أنا عايز أساعدك يا سيدي You can't أنت مش هتقدر تمشي الوحدة You can't find your way بلستر قال له I don't need any eyes I don't need any eyes أنا خلاص ما عنتش محتاج عيوني When I had eyes لما كان عندي عينين I couldn't see what I most needed to see ما كنتش بشوف فيها لأنا لازم أشوفه Oh my dear يا إلهي My dear son Oh my dear son ابن العزيز إدجار I wish I could told you Hold you أتمنى أقدر أتمسك بقدر وقتها أولئيك Then I would say that I needed eyes again ساعتها أقدر أقول أن أنا عايز أشوف عناية تاني فالأول دمان قال له Who's there من هناك فإدجار بقاتهم سيل في النفس Oh now I feel worse than I ever did before أشعر بالإيه بالسوء أكثر من ذي قبل فالأول دمان قال لي Look it's poor إنه رجل مسكين Matt Tom إنه طم المجنون طبعا هو كان إدجار متنكر في شخصية ولد اسمه توم وكان مجنون جدا بالنسبة Where are you going Tom أنت رايح فين يا توم Glyster Is it a bigger هو ده الشحات In front of us اللي هو في قدامنا Could the old man فالرجل العجوز قال له إيه أيوه هو Yes He's a mad man ده ده الرجل المجنون And I And a bigger وشحات كمان فGlyster قال إيه I saw a bigger in last أنا آخر مرة شفت الشحات دوت night storm في ليلة العاصفة He reminded me of my son كان بيفكرني بابني But I had a good source ولكن عندي أفكار About my son Then عن ابني في هذا الوقت Now However ولكن I know the truth أصبحته أعرف الحقيقة هيا بعد إيه بعد ما الدنيا بوظف عرف أن ابنه إدجار هو الطيب إدجار بقى بيكلم نفسه to himself My father is so sad إيه ده أبي حزين He has fallen apart لقد فقد شيئا هاما آه أو يشعر بالانكسار Fall apart يشعر بالانكسار I wish I didn't have to pretend to be a bigger ياريتني ما كنت متنكر كده To Glister His father Hello أهلا بك ألم بأبوه Hello sir أهلا بك يا سيدي فGlyster قال إيه Is that the mad bigger هو ده الشحات المجنون فالأولد من قاله Yes it is My lord Glister If you really want to help لو أنت عايز تساعدني Bring some clothes for this poor bigger أرجوك روحات هدوم مهمة أو كويسة للشحات ده I will ask him to take me to Dover وهطلب منه أن ياخدني للدوفر فالأولد من قاله He can't help you إيه يا سيدي الأعمى أو المجنون ده مش هقدر ياخدك المجنون مش هقدر ياخدك He is mad فGlyster قاله Please help me أرجوك ساعدني اسمع اللي أقول لك عليه فالأولد من قاله Okay I'll bring him the best clothes that I can find هجيب له أحسن هدومة لقيها سير وراح خارج من المكان فGlyster بيقوله Come here تعال هنا My friend يا صديقي فإدجار بقى قرب منه Are you rising kai يعنيك بخير They are bleeding إنها تنزف فGlyster قاله These do you know the way to Dover اسمع بس سبك من عناية تعرف الطريق للدوفر قاله Yes sir أيوه أعرف الطريق فGlyster قاله Here Take this money خذ الفلوس دي All men وكل الرجالة should help each other لازم يساعدوا بعضهم البعض The rich especially should help the poor وبخاصة الأغنياء لازم يساعدوا الفقراء There is a very a very high cliff هناك منحضر عالي في عند الدوفر Take me to the top of it خذني إلى هذا المنحضر العالي You don't need to take me anywhere else وماتش هتخذني لأي مكان تاني بعدها إدجار Of course بالطبع Poor Tom will take you there تم المسكين هيخذك للمكان دو المشهد الجديد In front of the dock of Albany's Palace دلوقتي إحنا وقفين قدام القصر بتاع البني خلاص اللو متجاوز بنت الحاكم جونريل انترز دخلت جونريل وز ادموند مع ادموند كان راكبين الأحصنة وداخلهم فجونريل بتقول Welcome ادموند مرحبا بك يا ادموند اسوالد انتر فدخل الخادم اسوالد Where is my husband? اسوالد أين زوجي يا اسوالد؟ طبعا جونريل بتسأل لا I haven't seen him أنا لم أرى فهي بتقول له فين جوزي أنا مش فتوش فاسوالد قال لها مدام He is inside إنه بالداخل But he is changed ولكنه تغير I told him that he the French army had arrived قلت له ان الجيش الفرنسي وصل He smiled بابتسم اه؟ يعني قلت له ان الجيش الاعداء موجود برا فابتسم Then I told him you were coming ثم قلت له بعد كده انك انت جاية His answer was وكات اجابته That's not God ده مش كويس يبدو ان الرجل أرفان منهم كلهم يبدو ان البني ده مش معهم خالص General I told him that Gloucester had deceived us وغنرل بتقول بقى أنا قلت له كمان ان جلوستر دخدعنا كلنا And that Edmund had been good to us وإدموند ابنه كان كويس معانا Then he told me that He had got everything wrong وراح اقول لي انه هو عمل كل حاجة غلط To Edmund بتكلم بقى مع أودمن You shouldn't come in لا يجب ان تدخل My husband is angry هي بتقول له جوزها لإدموند ابقى ما تقولش دلوقتي جوزي غضبان أو في حالة وحشة With you Go back to Cornwall اذهب إلى الحاكم Cornwall Get him army Get his army together And help him وساعده Explain وساعده Edmund exists وبعدها Edmund خرج General to herself النفسها Edmund Doc of Gloucester حاكم Gloucester Is hungry for power حتى بصوا مبتدى القانة تدخل بينهم هي بتقول ان هو متعطش للسلطة Perhaps I should use him to help me ممكن استغل ده في ان انا ايه ان هو يساعدني فأسولد قال مادام Here comes your husband ها هو زوجك زوجك في البني انت ثم دخل البني فالبني بيقول Oh General Yeah General I'm starting to feel frightened of you ابتدت خف منك You are evil انت شريرة فالبني قالت Be quiet اه ده بس انت Don't say anything more ما عنتش تقول اي حاج فالبني قال What have you done اه اللي انت عملت ده You and Reagan انت واختك Reagan Are tigers انتم نمور وصفهم بالحيوانات هنا ندد البني What have you done ما الذي فعلتوه ثاني الحتة دي كده البني بيقول What have you done ايه اللي انت عملت ده You and the Reagan انت و Reagan are tigers انتم نمور ولستم بنات يعني هو وصفهم بالحيوانات You have been cruel to your father كنتم قاسين جدا على ابيكم A kind old man الرجل العجوز الطيب How could Cornwall allow you to do this ازاي Cornwall سمحلك منك وسمحلك انك تعملوا كده He has had so much from your father دخل من ابيك كتير قبل كده Sorry جنرال قالت Soldiers are here from France ايه بتقوله انت ايه جنود هنا موجدين من فرنسا But all you do is sit here كل اللي انت بتعمله انك قعد لهنا and they cry وتبكي Oh why is he doing this هو بيعمل كده ليه Where is your sword فين سيفك انت كأنها بتقهروا بقى بتقوله انت اذا انت قعد لهنا بتعملش حال فقلبني قال لها Look at yourself بص النفسك كده يا جنرال Either hides inside you الشر يحتفي بداخلك المسنجر انت ثم جاء احد الرسول رسول جاي البني What is the news قول اللي عندك فالمسنجر قال له Oh my lord يا سيدي The duck of Cornwall was killed حاكم Cornwall كتل بايه السيرفانت بواسطة خادمه after he fought بعد ما تعرك معه Gloucester And now Gloucester can't see ودلوقتي Gloucester ما بقدرش يمشي حلو قوي ادى واحد من عناصر الشر ابتدى يموت البني Gloucester can't see Gloucester ما بيشوفش Poor Gloucester ايها المسكين فالمسنجر قال Regan wants a quick answer to this leader Regan كتعايزة رد سريع للخطاب دوت Gloucester to herself Gloucester لنفسها In one way بطريقة ما أو بطريقة واحدة This good news تلك الأخبار الجيدة Without Cornwall It's more likely that I can rule over all the kingdom يعني يا نهارك يا بيض بدون Cornwall أنا أقدر أحكم المملكة كلها الوحدي But now ولكن الآن Edmund has gone to my sister Edmund راح لأختي I don't want him to help her أنا مش عايزة I don't want him مش عايزة To help her إن يساعد جنودها I'll read the letter سأقرأ الخطاب And send her an answer وأرد عليها في الحال General exists وخرجت جنر ابن المسرح Albany Where was Gloucester's son أين ابن Gloucester Edmund When he fought with Cornwall لما كان بيتعارك مع Cornwall فالمسنجر قال له He was traveling here كان يسافر إلى هنا With my lady مع سيدتي فقال البني قال له But he's not here إذا بس مجاش هنا فالمسنجر قال له No My lord لا يا سيدي I meet him traveling back again أنا شفته بيسافر هنا وعيد إلى هنا فقال البني قال له Does he know what has happened هل يعلم ما حدث قال له Yes my lord نعم يا سيدي يعلم ما حدث Edmund told us about his father Edmund قال لنا كل حاجة عن أبوه Edmund left house so that he the duck of Cornwall could punish him و Edmund هو اللي ساب المكان عشان ما يشوف شابه وهو بيتعاقب فقال البني to himself Gloucester I thank you for the love you have shown the king بجد أنا بشكر Gloucester ده على حبه للملك And I'll take revenge for what has happened وسأخذ بالثقر بما حدث to you إليك To the messenger إلى أحد الرسل Come here تعال إلى هنا Friend أيها الصديق Tell me what else you know قل لي اللي انت عارفوا كويس They exit together وخرجوا مع بعض عما لي يتكلموا سوا The French came near Dover الفرنسويين عسكره فعلا جانب نهر Dover Kent enters دخل Kent With gentleman مع رجل وسين كده Gentleman فكنت بيقول له Tell me sir أخبرني يا سيدي Why has the king of France returned so suddenly to this country قل لي هو اللي ملك فرنسا رجع للبلد بمفاجأة كده فالجنتلمان قال له He had something important to do there عند ضحية مهمة هي عملها هنا طب Did the leaders make queen هل الخطاب وصل للملكة أو خلها كويسة ميك ميك كوين كورديليا خل كورديليا حزينة فالجنتلمان قال له أيوة يسير أول ما ريت الخطاب كانت حزينة جدا she read them read them while I was there بينما كنت أنا هناك and I saw that she was crying رأيتها تبكي but she was not angry ولكنها لم تكن غاضبة فكنت قال له Did she see anything طب ألت أي حاجة ألت أي حاجة كده فالجنتلمان قال له yes once or twice ألت مرة أو مرتين كده she called out her father's name ألت اسمها مرة أو الاثنين she said sisters sisters you left your father outside إخواتي أيها الأخوات إخوات إنتو اللي سبت بك بره in the storm في العصفة in the night of the night what I have what have you done إه اللي انت عمل تدود خرجت بك في العصفة وبالليل إه اللي انت عمل تدود وكأنها بتناجي نفسها وبتلوم نفسها and after that she left the room سبت الأوضة because she wanted to be alone عيزت كل واحدها فكنت قال have you spoken to her since then طب كلمت معها بعد كده قال له no لا يا سيدي ما تكلمتش معها فكنت قال له well sir حسنا the poor unhappy king الملك المسكين الغير سعيد is here هنا but he does not want to see his daughter ولكنه لا يريد أن يرى ابنته فالجنتلمان قال له why why sir ليه مش عايز يشوفها فكنت قال له because he was so unkind he was so unkind to her لأنه ما كانش طيب معها هو طبعا هنا بتكلم على كورديليا الطيبة فهو بيلوم نفسه دلوقتي ومش عايز يشوفها لي لأنه عينيه مكسورة بمعنى صح ومش قادر يكلمها he sent cordelia to france هو اللي طرد كورديليا لفرنسا and give everything to her وأعطى كل شيء لكرول سيسترز لأخواتها البنات القاسيات this has made him mad وده وصله لحالة الجنون the poor man أيها الرجل المسكين do you have any news of albany and cornwall's armies طبعا عندك أي معلومات عن جيوش albany وcornwall the gentleman قال له they are nearby إنهم على الكرب منا فكنت قال له well sir حسنا يا سيدي I will take you to the king lear to king lear هاخدك ليه الملك lear حالة أحداث كانت متسارعة للفصل أحداث كانت متسارعة جدا ويبدو كده إن الشر بتدى يقفل الشرب والشر هيبتدى يتحارف مع الشر بعدما الخير هينتصر إن شاء الله رب العالمين تعالوا نشوف مجموعة أسئلة كده بسيطة على الجزء اللي إحنا إرنا Edgar was a sad as pretended to be a bigger كان Edgar في حالة حزن قوي لأنه لسه متظاهر بأنه شحاد أو متسول because he didn't want to deceive his father لأنه مش عايز يخدع أبو and wanted to tell him وعايز يقول له that he was not a bad person أنه ليس شخصا سيئا عايز يكلمه بس مش قادر بسك منه كان متنكر مش قادر يطلع المعلومة الصحة منه كويتشن 2 بيقول لك if you wear Edgar لو أنت ما كان Edgar would you tell your father هتقول لأبو that you weren't a bigger أن أنت مش شحاد and you wear Edgar why why not والله في ناس هتقول أيوة آه أنا هقول له بقى ما خلاص الرجل اللي تعامى وفي حالة وحشة جدا ومحتاجني جنبه فهقول له أن أنا ابنك وفي نفس هتقول له yes as I wanted him أيوان عايز أكون عايزة يعرف to know that trust عايز يعرف الحقيقة to know that Edmund deceived him عشان يعرف أن ابنه Edmund هو اللي خادعه وليس إدجار المسكين do you think a general was a good wife هالجونريل زوجة جيدة why why not طبعا نشوف كده no because her husband was a friend of her لأن جوزها her was afraid of her كان خايف منها as she was ungrateful to her father لأنها مكادش كويسة مع أبوها أو غير شاكرة لأبوها طبعا لازم يكون فيها مع علاقة سيئة جدا ده أنت بتعملي في أبوك كده هتعملي في الشخص ده إيه do you think general and regin were good daughters why why not هال جونريل وريجن كانوا بنات كويسين طبعا لا مستحيل نكون الإجابة كده طبعا الإجابة no as they deceived their father خدع أبوهم to get the kingdom عشان يغضوا المملكة and power was sulta they treated him badly وكانوا يعاملوه بسوء بشكل سيئ جدا أربعة if you were albani لو أنت ما كان albani اللي هو الزوج you sympathize with the king هل هتتعاطف مع الملك طبعا هتتعاطف مع الملك yes as he was good man لأنه كان رجل كويس أوي وما عزان عناش بحاجة and wanted to please his daughter وكان يريد أن يسعد بناته number five if you were albani لو أنت ما كان albani would you be grateful when you dealt with your wife هل هتكون في حالة شكر أو حريص سرير هتكون في حالة حرص لما تتعامل مع زوجتك why why not طبعا طبعا ده 6 عمل فالإجابة yes as she was bad woman لأنها امرأة سيئة and deceived her father وخدعت أبوها to get power ما فيش خير في الدنيا خلاص ستة why do you think the duck of glaster said I don't need any eyes ليه حاكم glaster المسكين بعد ما تعانى قال خلاص أنا ما عنتش محتاج عناية لأنه لما كنت موجودة معاني ما كانش شايف الحقيقة ما كانش شايف مين الخاين ومين الكويس فبيقول أنا خلاص ما عنتش محتاجهم as he couldn't see with them that his son لأنه ما كانش قادر يشوف بهم أن ابنه ادموند was was a liar كذاب فما كانش شايف الحتادي فدلوقتي ما عادش محتاج عينيه لقبل كده ولا بعد كده why do you think البني described ريجن لوصف ريجن and general as tigers لوصفهم بالنمور طبعا هو عايز يوصفهم هنا as animals they weren't grateful ما كانوش شاكرين وممتنين لأي حد ومعروف جدا نور لما بالجوع بتاكل هات تصحبها yes because they are dangerous they are dangerous لأنهم خطيرين and very cruel وكان عندهم قسوة to their father لأبيهم the king regretted الملك ندم giving his king دم في إعطاء مملكته to his evil daughter زباناته الأشرار why because they treated him badly عملوا بسوء although he gave him the hand he gave him the money he gave them the kingdom they send him away in a stormy dark day in the streets because they were too bad can you say إن جدا and deceived him وخدعوه and realized sorry and realized that Cordelia was one who loved him وأدرك إن كورديليا اللي طردها هي الوحيدة اللي كانت بتحبه أكثر منهم كلهم why do you think it was wrong لماذا كان من الخطأ that the king of France أن ملك فرنسا returned to his country عهد إلى بلده and left his army وترك جيش طبعا حتة دي احنا ارنها بسرعة كده ومش محتاجينها كتير I think he was wrong أنه كان مخطئ as the army needed their king لأن الجيش كان محتاج القائد بتاعه ده سؤال مش امتحانات ولا لو توقعت why do you think Glastor wanted Edgar to take him to the high hill in Dover ليه Glastor كان عايز كان عايز Edgar ياخده ليه the high hill المنطقة والتل العالي اللي موجود في Dover as he wanted to jump from it to die طبعا الحتة دي تقالف وسط السطور كده قال له وديني بس لحد التل كده وبعدها مش هتوديني الحتة تانية دي المقصود بها that he wanted تركومة السايد ان هو عايز ينتحر أو he wanted to kill himself عايز يقتل نفسه question 12 what do you think of Albany اي رأيكم في البني طبعا شخصية كويسة على فكرة لانه كان حزين جدا على Glastor وحزين على الملك واتهم البنات بأنهم tigers and so on he was a good man as he refused his wife's treatment رفض معاملة زوجته to her father لأبيها why did Albany afraid of his wife طب ليه Albany بيخاف من زوجته أو خاف من زوجته طبعا she treated her father badly واحدة بتعامل بقى بقى بشك تعيش جدا ها هتعامل جزء ازاي مش هيفرق معها صحيح As general was evil لأنها امرأة شريرة why did general think it would be easier to rule the country اه ليه اعتقدت بقى في الآخر أنها يكون من الأسهل لها أنها تحكم الدولة كان فيه كورنوال هيحكم معاها واختها خلاص وهي وجوزها قال لك لا ده كده في واحد عنصر كبير راح لواء كورنوال وبعد كده هتبتدي المسألة او الحاجة هتبقى لها اللي هي البلد هتبقى لوحدها As Cornwall was killed لأن كورنوال كوتل طبعا هو كوتل أثناء معركته مع الخادم اللي كان عند جلاستر 17 واخر How did Cornwall die كيف مات كورنوال قال لك One of the Gloucester soldiers واحد من جنود جلاستر killed killed كوتل to defend جلاستر للدفاع عن جلاستر الصراع على السلطة الظلم البين الصراع بين الإخوة على الصروة أو على الإرث والميراث هو كان سبب كبير جدا في الصراع الكبير اللي احنا بنعيشه في قصة King Lear ان شاء الله رب العالمين الفصول الجاية هتحكم على هل الخير هينتصر ولا الشر مستمر وبكده ينتهي الفصل اللي معنا see you next time and goodbye اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة